بعد جلسة الأمس خرج رئيس مجلس الأمن ببيان يقول فيه إن السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن هو عملية سياسية شاملة بوساطة أممية محذراً من أن تصعيد العمليات العسكرية في اليمن يقوض الجهود الأممية الهادفة لإنهاء النزاع وتحسين الوضع دون التطرق للطرف المبادر لهذا التصعيد هذا الطرح له دلالته خصوصاً وأنه صادر عن أقوى مؤسسة دولية صدرت عنها قرارات سابقة يفترض أنها ملزمة تتعلق بوحدة اليمن واحترام المرجعيات الحديث عن عملية سياسية شاملة بمفهومها العلمي يستدعي الحديث عن مصير المرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الأمن التي ضرب الحوثيون بها عرض الحائط أبرز هذه القرارات كان القرار 2216 الذي دعا في مدته الخامسة جميع الأطراف اليمنية لسيما الحوثيون إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة أعلن باسم الحكومة الشرعية رفضها لأية مشاورات سياسية في ضل نكث الحوثيين لاتفاقات السلام السابقة والتصعيد الأسكري مراقبون اعتبروا الخروقات الحوثية اليومية لاتفاقية استوكولم دليلاً ماثلاً على عدم جديتهم في السلام وبرهاناً عملياً يؤكد إصرارهم على شرعانة انقلابهم ضد الشرعية المعترف بها دولياً وبالنظر إلى أداء التحالف السعودي الإماراتي في اليمن يمكن فهم أن الجهات الرعية للمشروع الإنقلابي الإنفصالي في عدن تعمل بشكل أو بآخر لتمرير التجربة ذاتها في صنعاء ترجمة نانسي قنقر